مصادر تاريخية تحدست عن ملك نبي الله سليمان عليه السلام بأنه كان يمتلك مناجم أسطورية وثروة بلغت 500 طن من الدهب يعني قمتها الآن 3 تريليونات دولار وقصر ضخم بيحتوي على 600 ألف كرسي بيجلس عليه ملوك من الإنس والجن لو اجتمعت ثروات أغنياء العالم كله مش هتيجي حاجة أمام هذا الملك العظيم فين اختفت الثروة الضخمة اللي كان بيمتلكها نبي الله سليمان عليه السلام أعظم ملك وأعظم ممالك التريف خليكم معي مصر مرت عليها فترات انتقالية سماها علماء المصريات بالفترة الانتقالية الثالثة خلال حكم الأسرة المصرية الـ 26 وفي الوقت ده ظهرت آثار عن علاقات بالآشوريين وتحالفات بين عدد من الممالك مع مصر ضدهم وما كانش فيه أي إشارة عن نبي الله سليمان عليه السلام أو إسرائيل في الفترة دي فصرها بعض الباحثين بإن في الوقت اللي كانت فيه مملكة إسرائيل محاطة بحضرات وممالك قوية ما أمتش بغزوها لأن ده دليل على قوة جند سليمان وقته اللي ذكر في القرآن الكريم وقتاه الله من كل شيء العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشراطين السارحات والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصانطات وقدرته على فهم منطق جميع الحيوانات بما فيها النمي والتلمود هنا ذكر أن سليمان عليه السلام أحد الأنبياء التمانية واربعين وابن داود عليه السلام وثالث ملوك مملكة إسرائيل الموحدة قبل انقصامها إلى مملكة إسرائيل الشمالية وهي المملكة اللي بقى يحكمها قبائل إسرائيل الاثنى عشر ومملكة يهوزة في الجنوب واللي حكمها أبناء قبيلة يهوزة وهي القبيلة الوحيدة الباقية من القبائل الاثنى عشر وده حسب كتابات اليهود وبيعتقد أن سيدنا سليمان عاش في الفترة ما بين 990 قبل الميلاد لحد 931 قبل الميلاد وتوفى وعمره 52 سنة وهو كمان وفق العقيدة اليهودية اتعرف بحكمته وصراءه وملكه الكبير بالإضافة لعدد من الزنوب اللي بمجابها عاقب يهو بني إسرائيل بتأسيم مملكتهم وحسب العهد القديم كان سليمان عليه السلام يحكم بشكل مطلق كونوا مختار من يهو وقدر يوسع سلطانه من خلال الزواج مع عدد من بنات ملوك الممالك المجورة زي ابنة الفرعون المصري الغير مسمى في النصوص العبرية واعتبر الزواج ده حلف سياسي بين مملكة إسرائيل ومصر الأديمة وده حسب كتابات اليهود فسليمان تزوج من ابنة الفرعون المصري وبيذكر العهد القديم أن الفرعون المصري الغير مسمى احتل جازر ضمن مدينة الرملة الفلسطينية الحالية وقام بإبادة الكنعانيين وذكر في النصوص أن المدينة أصبحت لسليمان عقب غزوة الفرعون المصري تزوج كمان من ابنة مملكة عمون وصيدة ومواب وازدهرت مملكة إسرائيل بسبب العلاقات التجارية والسياسية مع الممالك ده وبيقول العهد القديم أن كل ملوك الأرض أتت لتستمع لحكمة سليمان وتتعلم منه ويأتوه بالذهب والهدايا كل سنة وجعل شعوب كانعان كلها عبيد مصخرة له والبني إسرائيل ولم يستعبد أحد من العبرانيين لأنهم رجال قتال لكن وجود سليمان عليه السلام من الناحية التاريخية بالصورة اللي صورها كتبة التناخ والكتب الدينية الأخرى كان محل خلاف بين علماء الآثار والأنثروبولوجيا لأن ما فيش لغ ولا الهيكل أي أثر في فلسطين وما فيش أي ذكر لغ في حوليات الحضرات المفترض أنها جورته في مصر الأديمة وأشور وفي نقية أو حتى في اليمن الأديم الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم ذكرت ملك سيدنا سليمان عليه السلام وأنه لم يكن كأي ملك ولم يأتي كملكه لحد ما تقوم الساعة الله تعالى سخر له كل الأرض ومن عليها لخدمته لما نقرأ قصة سليمان عليه السلام والهدهد مع ملكة سبق لما أمر النبي سليمان عليه السلام الهدهد بأن يلقي خطابه على ملكة سبق وبعدها أرسلت له الملكة بهدية اجتملت على صناديق مليئة بالذهب والمجوهرات لكن الهدية دي رغم ضخمتها اعتبرت تفهى مقارنة بملك سليمان عليه السلام فقال سيدنا سليمان بعد ما شاهد هدية ملكة سبق قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ودي دلالة واضحة على أن نبي الله سليمان ما كانش بحاجة للمجوهرات والذهب ده لأن اللي بيملكه أعظم بكتير منها ومن ضمن الأشياء الثمينة اللي كان بيملكها نبي الله سليمان هي مائدة النبي سليمان اللي ذكرت في كتب التاريخ أنها بسطوع الشمس راحت فين المائدة دي؟ ملك بالاتساعدة وكنوز بالحجم والضخامة دي لازم تترك أثر ولو بسيط يأكد وجودها يعني تم اكتشاف حضرات البابليين والأشوريين والفرعنة والصينيين واليونانيين القدماء لكن مملكة نبي الله سليمان عليه السلام منهاش أي أصل فين راح الملك العظيم بكنوزه الضخمة اللي لا تقدر بثمن؟ كنوز نبي الله سليمان كانت هدف رئيسي لأغلب علماء الآثار حول العالم على مر العصور خاصة علماء الآثار اليهود وبناء عليه بدأت تظهر تفسيرات وفرديات لمكان كنوز سليمان المعروف على حسب الكتب السماوية أن مملكة النبي سليمان كانت في الشرق وخاصة في فلسطين وأنه بنا فيها بيت المقدس وعاش فيها ومن هنا بدأ الباحثون وعلماء الآثار يفترضوا عدة فرديات الفرضية الأولى كانت لعالم الآثار الدكتور شارلس فيبيك مع فريقه الكندي اللي اكتشف 200 منجم قديم في صحراء اليمن وبيعتقد فيبيك أن كنوز الملك سليمان أتت من المناجم دي لأن تاريخها وطريق التعدنها بترجع للفقبة اللي حكم فيها هو بيعتقد أنها فضلت مكانها بعد وفاته بمعنى أن كنوز النبي سليمان موجودة في مناجم اليمن وهي على نفس حالها الغريبة هنا أن الدكتور فيبيك اكتشف أماكن المناجم لكن ما راحش أطلع عليها الفرضية التانية ودي كانت سنة 1886 الكاتب الإنجليزي هنري هاجرد ذكر أن الكنوز نقلت لقارة أفريقيا في دولة وسط أفريقيا وأنها مخبأة في كهوف لم تكتشف حتى الآن الفرضية التالتة لعالم آثار روسي اسمه فليكوفيسكي وذكرها في كتاب أديب وأخناتون وبيقول فيها أن كنوز سليمان تم إخراجها من فلسطين لمصف بواسطة أحد فراعينة مصر واسمه شاشق بعد ما غزى فلسطين بعد وثاة نبي الله سليمان الفرضية الرابعة بقى بيدعمها علماء اليهود وبيزعموا وبيجزموا أن كنوز نبي الله سليمان موجودة داخل هيكل سليمان اللي موجود حسب ادعاهم أسفل المسجد الأقصى ومن بداية قيام الدولة السهيونية والإسرائيليون بيسعوا للكشف عن مكانها إدراكا منهم لقيمتها أما بقى الفرضية الخامسة لاقت قبول عند أغلب علماء الأسار وبتقول الفرضية أن كنوز النبي سليمان تم اقتصامها وتوزيعها وباعها على مر العصور وأن ملوك العالم القديم كانوا يمتلكوا جزء من كنوز النبي سليمان وتم تناقلها على مر العصور ما بين الملوك والأسرياء وممكن تكون الكنوز موجودة عند بعض أسرياء العالم لكن هم ما يقدروش يصرحوا بوجودها عندهم علشان ما يتمش مصادرتها أو يتعرضوا لضغوط خارجية من أجل إرجاعها أو عرضها على إحدى المتاحف وبتقول بعض الروايات أن مائدة النبي سليمان تم نقلها إلى أسبانيا وتم الاستلاء عليها سنة سبعين ميلاديا زي ما بتقول أغلب الكتب التاريخية أثناء الاقتحام الروماني لأرشاليم على يد الإمبراطور تيتو وهنا جيمس دافيلا الأستاذ بجامعة سانت أندروز قام بترجمة محتويات وثيقة عبرانية بترجع لأكتر من خمستاشر قرن وهو واحد من اللي بيجزمه أن الطاولة أو المائدة دي تم وضعها في أسبانيا وبيقول أن الوثيقة بمثابة مستند دامغ بيثبت وجود الكنز والوثيقة دي تم اكتشافها بالقرب من قمران وده موقع أثري صغير الحجم بيطل على البحر الميت بالقرب من الضفة الغربية في فلسطين وهو مكان يعتقد أن الملك سليمان عاش فيه طيلة سنوات عمره واليهود مجرد ما يتأكدوا من وجود المائدة هيطلبوا بإعادتها إليهم كنهم بيعتقدوا أن جميع أملاك النبي سليمان بتخصهم فقط دونا عن باقي العالم وممكن ده السبب اللي خلى الأشخاص اللي بيمتلكوا بعض من كنوز النبي سليمان يكونوا متحفظين عليها ومش بيعلنوا عن وجودها عندهم لكن فيه نظرية تانية با أن الجن هي اللي أخفت الكنوز وأن الكنوز تم إلقائها في البحار لكن لحد الآن بيتم البحث عن كنوز سليمان اللي ملهاش وجود أو أثر سيدنا سليمان لما دع ربه طلب أن يكون ملكه أعظم ملك في التاريخ وقال لا يكون هناك ملك مثله على الإطلاق والله استجاب لدعائه وفعلا جميع ما وهبه الله لسيدنا سليمان هو له فقط وليس لأحد بعده هل ممكن يكون ده السبب بأنه لا يوجد أي أثر لكنوز سيدنا سليمان كنها خاصة به أفرادها الله له وحده وتكفل بإخفاءها عن العالمين إلى وقت معلوم أو حتى قيام الساعة أنتو إيه رأيكو؟ وإيه أقرب فرضية ممكن تكون صحيحة؟ اكتبوا لي في الكومنتات اشتركوا في القناة